صباح الخير او مساء الخير عليكم ايا كان الوقت اللي انتو تسمعوا في الفيديو. اه برحب بكل المشتركين معي في القناة. كمان برحب بالمشتركين الجداد. بقولوكو اهلا وسهلا. اه بقولك لو انت رسه جديد معينا واول مرة تسمعنا. تفضل اشترك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. اه بشكركم اه بحب تعليقاتكم الايجابية. اه اه كمان الناس الاتدعيلي كتير. انا جمان بقولوكو ليكم مثل ما قلتو ان شاء الله. اه انا كمان بحبوكو كتير. اه هنقول مع بعض النهاردة التوقعات العاطفية. اه لموليد برج سترطان. ان شاء الله. اه وما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس علشان اه بعد كده هقول التوقعات العامة وعن المال والصحة والعمل. واه واه هتكلم بالتفصيل عن المنفصلين والعوازين الزيب. اه سواء في زواج او لأ في الفترة اللي جاية او ارتباط او في رجوع ولا لأ في الفترة اللي جاية او الارتباط. اه ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلكو كل الفيديوهات الجديدة اللي هتنزل ان شاء الله. اه نبدأ مع بعض نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا برج السرطان. اه هبدأ بالطاقة بتاعتك الاول. اه انا شايفة في طاقتك اه اه طاقة بتاعتك حلوة جدا انت عندك عجلة الحظ. اه فشكلها فترة جاي لك فيها تغيرات كتير قوي في حياتك في المرحلة اللي جاية ان شاء الله. اه من الكراءة كمان قدامي ان شايفك انت نفسك نويت تغير حاجات كتير قوي في حياتك في الفترة اللي جاية. اه فدي عجلة الحظ شايفك كمان برج السرطان. اه ممكن تكون بتتعامل مع شخص من برج الحوت او من اي برج مائي. اه سواء عقرب سرطان حوت. اه الشخص ده ممكن يكون اصغر منك في السن. او انت اصغر منه. اه ومش شرط كمان اصغر يعني ممكن يكون شخص مختلف عنك يعني في طريقة التفكير. يعني ممكن تكون انت عقلك اكبر منه. اه في عرض حب جايلك. اه وممكن للمنفصلين يكون ده عرض رجوع. اه اللي بعد كده بيقولك انت جايلك فعلا عرض عرض قوي جدا في حب في عطاء في رخاء في استقرار. اه في حياة سعيدة جدا. في شخص انت منفصل عنه هو بيرقبك لبعضكو. هو بيرقبك هو ممكن يكون كمان سبب انفصال كان مادي. اه انا شايفاه بيشتغل على نفسه بيشتغل على العلاقة وعايز يطور من نفسه. عايز يجي لك اه وهو يعني عايز يجي لك وهو يعني هو سابك وهو في حالة وعايز يغير نفسه خالص ويجي لك بشكل تاني خالص هو بيشتغل على ده حاليا. ده بالنسبة لبعضكو ده اللي موجود في الطاقة عندك يا برج السرطان. الابراج اللي موجودة معي في القراءة برج الاسد. اه برج العزراء. برج الاسد الظاهير لمرتين. العزراء. الخوس. الجوزاء. الحوت. اه. وبرج السرطان. ممكن بعضكو بيتعامل مع شخص زي برج السرطان. برج السور. اه دي الابراج اللي موجودة معي في القراءة. الطاقات مائية. هوائية. اه الترابية. والنارية برضو موجودة زي ما قلت في الكس وفي الاسد. اه نبدأ مع بعض القراءة. اه القراءة يعني انا شايفة للبعض اه يعني كتير ظاهر عندي اه منفصلين. حتى في الطاقة. كتير ظاهر عندي منفصلين. انت فيه في وضع انفصال يا برج السرطان. اه انت بتفكر في الشريك جدا. اه بتفكر في كل حاجة حصلت بينكو. اه ممكن كمان تكون دي طاقة الشريك. هو كمان بيفكر فيك. يفكر في ذكريات. يعني الاكتر التذكير في ذكرياته او حاجات جميلة حصلت بينكو. الانفصل ده حصل كمان اه ممكن يكون اه كان فيه مشادات اه كلامية. كان ممكن يكون حصل منك تطاول على الطرف التاني. او الطرف التاني حصل منه تطاول عليك يا برج السرطان. يعني كان فيه يعني اه كلام حاد. بمعنى اصحة فيه رضب فيه كلام حاد اه فيه مع كده. فيه زعل وفيه ندم. اا على الكلام اللي تقال او على الكلام اللي انت سمعته او اللي انت تكون ممكن تكون انت اللي قلته. فيه ندم كبير. فيه زعل. اا فيه sale على العلاقة نفسها. فيه زعل على الشخص نفسه. اه فيه ااwie زعل على ذكريات. انت والطرف الثاني يعني زعلته قوي على اللي حصل او على الكلام اللي قلتوا البعض. ده للبعض منكم طبعا بس انا بقول الطاقة اللي زهرة قدامي في الوقت الحالي. بعضكم يعني ممكن يكون خصل علاقة ثلاثية او في اطراف تانية تدخلت في العلاقة. انا في العلاقة دي مش شايفة علاقة ثلاثية اا الطرف تالت عاطفي بشكل واضح. عشان نكون صريحة معاكم مش تالت عاطفي بشكل واضح لكن في طرف تاله ممكن يكون الاهل. ممكن يكون الاهل تدخلوا. اا ممكن يكون لبعضكم حصل نقل كلام لك او للشريك. الكلام ده كان عن طريق. مش عن طريق يعني ممكن يكون كان غلط يعني حصل يعني فيه امور بالنسبة لكم ما كانتش واضحة بعد اللي حصل ده كله حصل رخيل فيه حد منكم طيب العلاقة ومشي منها تماما بس مشي هو زعلان وهو حزين وهو مقصور يعني مش ماشي لا منتصر ولا مبسوط ولا رايح لحاجة تانية ولا اي حاجة من الحاجات دي لحد اللي مشي من العلاقة سواء انتا او الطرف التاني هو ماشي زعلان جدا ماشي زعلان وحزين وندمان على حاجات كتير ندمان على حب على عطاء على عشرة عشان كده بقول العلاقة دي فيها انفصال او الطاقة اللي مفتحة قدامي حاليا هي انا شايفاها فيها انفصال شايفا لحد ده مشي فيه حب عنده قوي جدا لكن هو عايز يسيطر على مشاعره عايز يعني عايز يخرج نفسه برا الحالة دي عايز ممكن يكون ده انت كمان ممكن يكون ده انت وممكن تكون شريكك بتتعامل مع برج اسد عايز بقى يعني سواء انت او هو بقى انت عايز تدي وشي يعني عايز تدي وشي تاني خالص وتبين نفسك بصورة تانية خالص لا زعلان ولا مكسئب ولا حزين انت مسيطر انت قوي انت يعني عايز تحسس للطرف التاني بحالة غمود عندك لكن لو حد يعني بيسأل على رجوع او في رجوع في رجوع في حب ومتبادل انت توقع مروح هتحصل يعني هيحصل اه آآ آآ او سواصل تاني في الفترة اللي جاية آآ هيحصل اآ آآ 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 رجوع بشكل افضل من الاول بكتير يعني انت عندك يعني طلعلك يا برج السرطان احسن آآ آآ كرت في آآ في العلاقات العاطفية الي هو Tina of Pentacles فينف بنتكالف ده علاقة نكحة ومستقرة فيها بتسيب ماضي سيء وشاك جدا كان فيه متاعب ومشاكل كتير جدا كمان انتو بعضوكو كان عندكو مشاكل مادية في العلاقة دي كمان كل ده بينتهي تماما في الفترة اللي جاية وهو اكيد مش هيكون في النص الاول من بتمبر لكن انت عندك علاقة ممكن بعد ما توصل لحالة الاتشفاء دي او انك تكون مستقر او انك تغير من اتباعك او انت بتفكر كمان ممكن يكون بعضوكو فكر كتير في حاجات هو عملها في العلاقة وحبي تغير من شخصيته ممكن الحاجات اللي انت عملتها في العلاقة تكون حاجات كويسة على فكرة بس جات عليك بشكل سلبي يعني تكون اديت اكتر من اللازم فانت في الفترة اللي جاية انت هتغير من نفسك جدا يعني هتقعد تستنى تشوف الشخص التاني او الطرف التاني هيعمل معك ايه هو الاول هيديك ايه هو الاول هيعمل ايه هو الاول هيقدم ايه للعلاقة بعد كده انت هتكون اا رد الفعل يعني انت مش تتمل فعل بعد كده ده الطاقة بتاعتك اللي انا شايفيها في الفترة اللي جاية ان شاء الله وعلى فكرة ده تفكير صح يعني لو ده تفكيرك اا ده تفكير صح اا لان هو هيقدم عيك لحاجات كويسة جدا في الفترة اللي جاية اا بعضكم ممكن تكونوا متبعدين اا تكونوا في صفر يعني انت في صفر او هو اا في حد اا فيكو مسافر او عايز يصفر اا سواء انت او الشريك او يكون الطرف اللي مشي ده هو مشي اا لصفر اا ومشي لصفر ممكن صفر ده العمل او لدراسة اا بعضكم كمان اا اا في حاجات اا زي ما قلت انت بتدور جوا نفسك انت هتاخد وقت مع نفسك تدور جوا نفسك انت عملت ايه في العلاقة دي اا هو عمل ايه اا ايه الاحسن اللي يحصل يعني انت خدت اا لبعضكم هو خد الانفصال او الطاقة دي اا شوية دخل فيها حاجات ايجابية ان هو يفكر بشكل اا ايجابي بعضكم زعلان وحزين زعلان حزين منطوي بيفكر في الماضي اا لكن الاكيد عندي في علاقة حب اا كارتين بيأكدولي في رجوع لشخص من الماضي اا في زواج اا في علاقة بعد ما حصل فيها تدخلات وحاجات اا اا صعبة كتير حصلت فيها وتجريح بالكلام ممكن للبعض فيكم اا يعني الشمس هتشرك على العلاقة دي من تاني اا على قد ما الكراءة دي اا فيها كروت اا زعل وحزن واتقاب وحصرة وندم فيها حاجات كتير جدا صعبة على قد ما هي فيها كروت كتير قوي جميلة يعني احلى الكروت اللي موجودة في الطارو اا موجودة في القراءة دي فانت هيجيلك بعرض ان شاء الله الطرف التاني او ممكن انت اللي تقدم العرض ده لكن فيها علاقة من الماضي فيها رجوع اا بالنسبة للعذاب اا 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 يعني انت ممكن يكون عندك اا انت ممكن تكون زعلان دلوقتي بعضكم بيفكر في ارتباط اا بشخص معين يعني في شخص معين في جماغك هو اللي انت بتفكر فيه ليل النهار مش شايف اي حد خالص غيره اا الشخص ده في اا بينكم ارتباط قريض ان شاء الله يحسن خطوبة هو كمان الشخص ده بيحبك في خطوبة وفي ارتباط وفي زواج اا بعضكم والشخص ده ممكن يكون هو يعرفه ممكن تكون شخص قديم ممكن يكون شخص انت تعرفه من الطفولة اا ممكن يكون جار ليك او زميل في العمل اا اا المهم ان هو شخص معروف معروف بالنسبة لك اللي العذبين مش شخص اا مش شخص جديد الشخص ده بيبدلك نفس الشعور يعني لو انت عايز تعرف هو الحد ده بيحبك ولا مش بيحبك الحد ده بيحبك جدا بس اا لبعضكم هو مش بيبين يعني بيبين حاجة تاني خالص غير الجواه لكن هيحصل عرض حب اا في الفترة اللي جاية ان شاء الله اا هيحصل ارتباط اا اا في زواج اا العلاقة في ترسيم علاقة في خطوبة اا اا للبعض منكم للعذب للمنفصلين بوجه عام انا القراءة هنا عامة اا لكن اا اا في الفيديوهات اللي جاية هعمل قراءة للعازبين لوحدهم نشوف فيه ارتباط في الفترة اللي جاية او فيه حب او فيه علاقات في الفترة اللي جاية وللمنفصلين لو فيه رجوع او كده بشكل خاص هفصلها لكن حاليا اا بوجه عام اا فيه رجوع اا فيه اشخاص هترجع من طفر او انت هتتافر لحد يا برج السرطان اا فيه اا رجوع لاشخاص من الماضي في حياتك واللي عازبين فيه ارتباط بشخص انت تعرفه كويس جدا اا يا كنت تعرفه من زمين لو انت دلوقتي ما تعرفوش او مش في حياتك حد هيرجعلك شخص اا انتو كنت تعرفه بعض قبل كده اا من فترة يعني او يكون شخص يزميدك في العمل او يكون في نفس محيطك يعني في الحي تاعك جارك كده اا شخص ده بيحبك جدا لو انت بتحبه هو بيحبه دي من ناحية القراءة العاطفية النصيحة بتاعتك للفترة دي يا برج السرطان برج السرطان انت بعضكو انا شايفك تعبان جدا ما بتنامش اا بتحلم احلام وحشة او مش قادر او مش قادر تنام صداع تعب ارهاق انا شايفها الطاقة لبعضكو انت كتير بتفكر في حد من الماضي نصيحتك سبها على الله ما تفكرش في اي حاجة خالص في الفترة دي انت عندك حياة عيدة جاية في الفترة اللي جاية ان شاء الله اخرج من الطاقة السلبية دي لو بعضكو عند الطاقة السلبية دي اخرج منها تماما اا ما تفكرش في كل اللي حصل اا اا زي ما شفت في الطاقة هنا في قولها سواء التجريح بالكلام ممكن كمان التجريح بالكلام يكون هو ده اللي تعبك او او مخليك اا اا يعني مش عارف تنام اا اا ممكن كمان تكون العلاقة السلسية اللي انا شفتها اا لا انت عندك مرحلة جاية سعيدة جدا ان شاء الله اا فيها استقرار اا اه شوية هتحس ان في حاجة نقصك اا لكن استقرار اا نقدر نقول عليه اا كويس كويس لحد يعني الى حد ما لحد ما كويس جدا في الفترة اللي جاية اا احاول بعضكم ممكن يكون بيفكر في حاجة تخص مادة اا 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 يعني استشير اا يعني استشير حد اا يكون اا اا اكبر منك اا او يكون حد كبير في ليلة او يكون اا اا يعني اا اا حد بتصد فيه او اا يعني اي حاجة من الحاجات دي المهم انت محتاج انك تسمع لحد اا اا يكون عنده حكمة عنده حكمة وعنده عقل مش تتكلم مع اي حد عشان انا شايف لبعضكم هنا عنده حيرة فعلا محتار ومش شايف اا محتار بين حاجتين ومش قادر يختار ومش قادر يكرر اا فممكن ده سبب ان النصيحة بتقولك استشير اسأل حد يكون عنده حكمة يكون عنده اا اا يعني عقل يكون اكبر او بيقدر يوزن الامور اا حد يكون من العيلة كمان اا ممكن كمان يكون النصيحة انك تصلي وتدعي ربنا يعني هو اكبر حد لينا ربنا سبحانه وتعالى انك تصلي وتدعي ربنا وتقرب من ربنا هو هينور بصرتك اللي انت مش قادر تشوف بها دي ربنا هينور بصرتك ان شاء الله وهتقدر تكرر وتقدر تخرج من الحيرة اللي انت فيها دي اا اا الكراء انتهت نوعا ما ايجابية بالتوفيق للجميع ان شاء الله ما تنسى الله شكرا